أعلن مكتب المدعي العام السويسري إعادة فتح الإجراءات الجنائية في قضية قتل دبلوماسي مصري وتوجيه الاتهام لشخصين مزدوجي الجنسية بعد تطور التكنولوجي الذي تسبب في كشف المتهمين وإثبات تورطهم عبر تحليل الـ DNA كان نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جناف المشتشار علاء الدين نظمي قتل في نوفمبر عام 1995 بالرصاص وتم إغلاق القضية بسبب عدم التعرف على الجاني عام 2009 ولكن بناء على النتائج الجديدة تم إعادة فتح الإجراءات الجنائية عام 2018 ورفعت الآن اتهامات إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية ضد مواطن مزدوج الجنسية من ساحل العاج وإيطاليا يبلغ من العمر 54 عاما ومواطن آخر سويسري إيطالي مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 49 عاما